سوف تسجل كل أوراق التاريخ أني سنة 2011 تعتبر بمثابة أوسخ وأقزر فترة مرت على المنطقة العربية خلال هذا العام حدثت الفوضى والخراب المستعجل وبدء تنفيذ مخطط الشرق الأوسط الكبير أو لتحرد دقة مخطط الفوضى غير الخلاقة التي جهزت لها الولايات المتحدة الأمريكية بالتنسيق مع دول الثمانية الكبار منذ عام 2011 حتى اللحظة الراهنة بتتواطر المعلومات الصادمة جدا اللي بتكتشفها الشعوب العربية بعد فوات الأوان بعد ما احنا خسرنا كتير جدا إلى درجة أن الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولاي ساركوزي عبر الكتاب بتاعه اللي صدر منذ ساعات قليلة بيكشف الصطار عن إن مخطط تدمير ليبيا ومخطط قتل العقيد الليبي معمر القزافي تم بالتنسيق ما بين الدول الغربية ودول النيتو وما بين جمعة الدول العربية وكانت طبعا تركيا ورجب طيب أردوغان سلطان الدم العثمانلي اللي كان بيمهد لنفسه باعتبار أنه هو سلطان المسلمين وحامي حمد يار المسلمين كان واحد أو كان في مقدمة دول النيتو اللي ضمرت ليبيا وأتلت العقيد الليبي معمر القزافي بالإضافة إلى معلومات صادمة أخرى جبهة في تصريحات وعبر صفحات الكتاب بتاعه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بحضرتكم معكم محمد عبدالهادي من قناة مصر يمكننا في قناة مصر كنا نحن القناة الوحيدة على المستوى الدولي وأقولها وأعنيها وأنا أدركها وأقصدها كانت قناة مصر هي القناة الوحيدة على مستوى الفضائيات وعلى مستوى منصات التواصل الاجتماعي اللي عملت زوم إنه ركزت أوي على نتائج ثورات الخراب العربي سنة 2011 اللي حط على المنطقة العربية ويشهد على ذلك مئات الحلقات المنشورة في قناة مصر ركزنا على ذلك لدرجة أن العبد الفقير إلى الله كان ليه كتاب كامل عن ذلك كشفت فيه عبر أكتر من 500 صفحة عن تداعيات وأسباب وملابسات حدوث ثورات الخراب العربي 2011 ما سمتهاش ثورات الربيع العربي بالمرة لأن المفترض جدر أنا كنت عشان تعمل ثورة يبقى لها أهداف بك أهداف نقية أهداف تحقق طموحات وتطلعات الشعوب العربية سيادتك ما تقول ليش ده كانت ثورات كويسة أوي ثم انقلبت أنا مليش دعوة تنقلب عليك در رأبتها السؤال اللي بترح نفسه فيه ثورة النتيجة بتاعتها أين كانت النتيجة بقى أنا مليش دعوة بالملابسات اللي في النص النتيجة بتاعتها خراب يدين يا خراب دي اسمها صورة لا ساعدتك دي اسمها مخططات الفوضى خاصة وأنها كانت نتاج لتحركات الولايات المتحدة الأمريكية ومخططات الدول الغربية كان من نتيجتها احتلال سوريا والعراق ومصر وليبيا وتونس والسودان والفوضى في قلب اليمن ساعد في ذلك التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابيين وأمثل توكل كرمان البنت اليمنية الإخوانية اللي حصلت على جهزة نوبل في السلام والأخ اللي اسمه محمد البردع اللي حصل على جهزة نوبل في السلام بالإضافة إلى شخصيات أخرى اللي تم تمهدها لهذا الدور التخريب والتدمير بشكل غير عادي صدر في باريس عن دار فير كتاب للرئيس الفرنسي الأسبق نيكولاي ساركوزي بعنوان زمن المعارك البه المحترم ده اللي كان متورط ومشترك في ثورات الخراب العربي سنة 2011 في الكتاب بتاعه متوقف عند السنتين الأخيرتين من ولايته الرئاسية اللي امتدت من سنة 2007 لـ 2012 يعني بيؤصل وبيكتب وبيتوقف عند سنة 2011-2012 أسود سنتين مروا على المنطقة العربية وقد سعى ساركوزي إلى ولاية ثانية في العام المذكور اللي هو عام 2012 إلا أنه خسر المنافسة بوجه الاشتراك فرنسوا هولاند نيكولاي ساركوزي بمناسبة صدور الكتاب بتاعه بيتوقف عند ما حدث في قلب الدولة الليبية بيقول إيه؟ الأمور سائت مع انطلاقة الربيع العربي ووصوله إلى ليبيا بعد تونس ومصر معمر القزافي واجه انتفاضة الليبيين سنة 2011 بإسالة أنهار من الدماء يعني بيقول إن معمر القزافي هدد بإسالة أنهار الدماء هو بيقول انتفاضة الشعب الليبي هي ما كانتش انتفاضة الشعب الليبي لمؤاخزة ده انتفاضة جماعة الإخوان الإرهابيين اللي انتفاضت في قلب الدولة المصرية وانتفاضت كمان في قلب دولة ليبيا وانتفاضت كمان في قلب دولة تونس بالتنصيق ما بين التنظيم الدولي لجماعة الإخوان والتنصيق ما بين الولايات المتحدة الأمريكية عبر صفقات قذرة اتفق عليها ما بين جميع الأطراف قطر تمول تركيا تتحرك من منطلق أن هي دولة مسلمة ورئيسها مسلم وبناء عليه إحنا هنقدمه باعتبار أن هو سلطان المسلمين القادم بالخمر والعسل واللبن ليه؟ أهو جاي يا جماعة إحنا جاينا عشان ما استحادكم انتفاضة الشعوب الديمقراطية المزعومة زي ما هما بيدفعوا عن الديمقراطية المزعومة في قلب دولة النيجر حاليا شعب النيجر مش عاوز محمد بزوم لا 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 محمد بزوم لازم يرجع ضد الديمقراطية طب الديمقراطية أساسا هي حكم الشعوب ومن الشعوب وفي الشعوب ومش عاوز أقول كلمة مش حلوة فشعب النيجر انتفض دعما لتحركات المجلس العسكري الذي أطاح بالرئيس محمد بزوم ما هي ضد الديمقراطية لمؤخذة طب انت معترض عليه لا 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 الديمقراطية بتاعتهم خلاف الديمقراطية بتاعتنا إحنا ديمقراطيتهم هي تلك التي تحقق مصالح الأسياد في العالم الغربي بينما ديمقراطيتنا إحنا معنى ذلك إن هي هتحقق تطلعات الشعوب العربية في مواجهة ذلك الذين يدعون أنهم أسياد يعني محاولة للتمرض على العبودية من قبضة القوى الغربية وبناء على ساعتك لا 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 دي مش صورات ولا دي ديمقراطية دي توب أنقلابات إنما الديمقراطية المزعومة بتاعتهم هي التي تحقق أهدافهم وبناء على إيه نسقوا وزبطوا تمام التمام فقال لك إيه الشعب الليبي انتفض الشعب الليبي انتفضي ده معروف انتفاضة الشعب الليبي اللي هي انتفاضة صورة فبراير المزعومة هي التي قادتها جماعة الإخوان الإرهابيين اللي سيطرت على ليبيا لحد تاريخ النهاردة فالبيه المحترم نيكولاي ساركوزي بيقول إن القزافي واجه انتفاضة الليبيين سنة 2011 بإسالة أنهار من الدماء أنا كرئيس لما يجيلي شوية خوانة وإرهابيين مدعومين من الخارج ويبدأوا يولعوا في الدولة مطلوب مني أقول لا والنبي الصدي أم الديمقراطية أنا مش عاوز أقول دينك ودين أم الديمقراطية لأنه كنتم بلا ديانات بالمرة دول ما عندهم شي ملة دول ما عندهم شي دين دول مجموعة من الشياطين وبالتالي أنا مقدرش أقول لا هم لهم دين ليه؟ دمر الدول العربية خربوها أثاروا فيها الفوضى كسروها وحطموها أحرقوها دمروها نيلوها بستين ألف نيلة تحت مزعم الديمقراطية المزعومة فالبيه المحترم بيقول أصحيه واجه انتفاضة الشعب الليبيا التي تتطلب بالحرية بإسالة المزيد من أنهار الدماء يخي طوز فيك أنت والديمقراطية بتاعتك ألاف القتلى سقطوا بسبب قمع النظام الذي كان يقوده ديكتاتور متوحش ديكتاتور متوحش؟ واللي انت عملته في الشعب الليبي وقتلت نصف مليون بنا آدم في شعب ليبيا عن طريق تدخل الناتو ده مش توحش؟ واللي انت عملته في قلب الدولة المصرية وفي قلب دولة تونس والخراب المستعجل اللي حط على دول المنطقة واللي تعمل في قلب دولة سورية ده حاليا رشيد الغنوشي زعم حركة النهضة الإخوانية في قلب الدولة التونسية بيحاكم بمجموعة من الجرائم والاتهامات أحدها تسفير أكتر من عشرين ألف شاب تونسي تابعين لعناصر جماعة الإخوان في قلب الدولة السورية اللي المشاركة في مقاومة النظام السوري ليه؟ بتتدخل في شام سورية ليه؟ لا ساعدتك ما هو ده أساسا خطة العمل هي دي خطة العمل هي دي الأجندة المتفق عليها الإطاحة بكل قيادات المنطقة التاريخية اللي تعتبر بمثابة صمام أمان لقلب المنطقة ثم إحضار قيادات عبارة عن أرجوزات النتيجة سيطرت جماعة الإخوان من أجل تنفيذ الأجندة المتفق عليها فالبيب يقول ده نظام ما بيقوده دكتاتور متوحش هذا الوضع دفع فرنسا وبريطانيا بطلب من جمعة الدول العربية شفته الفضيحة وشفته الواكسة وشفته الخزي وشفته العار إحنا ما تحركناش لوحدينه إحنا تحركنا بالتنسيق مع جمعة الدول العربية ما هو دولا جمعة الدول العربية عاملة زي مجموعة الإكواسة اللي هي مجموعة دول غربة أفريقيا الاقتصادية المفترض جدلا إن هي مجموعة اقتصادية وتساعد الدول الأعضاء أم توافى بتعليمات من الولايات المتحدة الأمريكية ضد دولة النيجر لا لشيء إلا لمجرد أن الشعب النيجر طالب أساسا بالإطاحة بالرئيس محمد بزوم الموالي لأمريكا والموالي للدول الغربية نفس الحدوتة تضيحة هذا الوضع دفع فرنسا وبريطانيا ده باعتبار أن فرنسا وبريطانيا حارصين أوي على ليبيا بطلب بطلب يعني جمعة الدول العربية هي التي تحركت أولا إخصى على كده وبتفوض من مجلس الأمن الدولي ودعم الحلف الأطلسي إلى إقامة تحالف دولي من 20 دولة قام بالتدخل في ليبيا لمنع تفاقم المأساة طب أنت مفترض جدلا أنك أنت متدخل على أساس أن هناك ديكتاتور متوحش أسالي الكثير من أنهار الدم يبقى أنت متدخل في سبيل أنك أنت تمنع حمامات الدم لا دل حصل حضراتكم أن حلف الناتو تسبب في مقتل نصف مليون ليبي وخرب ودمر وأحرق وأتى المعمر القزافي وأثار الفوضى منذ عام 2011 لحد تاريخ النهار ده ويجي بعض الخوانة في قلب الوطن الليبي الشقيق يقول لك أنت ليبي تدخله في الشأن الليبي ده ثورة فبراير مباركة برك عليك إرد يا شيخ على رأيي المصريين يقول لك مبارك فواحد متدامن واحد يقول لك برك عليك إرد يعني قفز عليك إرد مباركة ثورة فبراير عملتوا بها إيه؟ ثورة فبراير هي التي تسببت في التدمير المختارة جدلا أنت لما أنك أنت بتدعم الثورة دي يبقى المختارة جدلا عبر أكتر من 12 سنة يبقى الثورة دي جابت النتائج بتاعتها وطنك محتل وطنك أصبح بتحكمه ميليشيات وطنك بتحكمه خوانة وإرهابيين وتقول لي ثورة فبراير المباركة آه بالنسبة لهم مباركة لمؤاخذة ليه؟ هي اللي جابتهم وبالتالي ستظل مباركة ليه؟ نهب عبر حق سيطرة بينفزوا تعليمات الأسياد بتوحهم اللي بيلعقوا الأحزية بتاعتهم مقابل أنه هو بيستمروا في الحكم وبالتالي كل الذين هيقودون الوطن الليبي حاليا مجموعة من الخوانة المتأمرين أساسا مع الدول الغربية ولا أستثني أحد ليه حضرتكم؟ لأن اللي بحصل في قلب الدولة الليبية بيرفضه الشعب الليبي بلا استثناء الناس اللي بتهاجمنا وتقولوا انتوش خصكوا أساسا في الشأن الليبي دول مش ليبيين دي لجانة إلكترونية بتحافظ على لقمة عشها ومن ثم الذي حدث في ليبيا تنفيذا لتعليمات أمريكا من غير التدخل الدولي كان سقط ألاف الضحايا تم سقط نصف مليون بناء دعم عن طريق دول الناتو لا 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 دا الحمد لله دا احنا منعنا حمامات الدم ثم بيقول أنا لا أسف لحصول التدخل الذي قام به الحلف الأطلسي وينسب ساركوزي للرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما قوله أن الخطأ الأكبر اللي ارتكبه خلال رئاسته كان في ليبيا يعني باراك أوباما بيعترف بأنه هو أخطأ في قلب ليبيا طيب يبقى لازم يتحاسب لازم يتحاكم المفترض جدلا أن يتحاكم قدام المحكمة الجنائية الدولية لكن من يقول ومن يسمع ثم بيقول أنا بنفي تماما أن أنا اديت الأوامر لقتل الزعيم الليبي معمر القذافي أنا ما أصدرتش أي تعليمات بذلك إن ما حدث هو عمل جماعي منصق بإشراف من الحلف الأطلسي يعني حلف شمال الأطلسي هو الذي أعطى التعليمات من أجل قتل الرئيس الليبي معمر القذافي يا حزن الحزن إيه الخزي والعاردة زي اللي حصل للرئيس صدام حسين إحنا بنأسف عليه تتفق تختلف بس على الأقل كون أن رئيس دولتك حتى لو أنت مختلف معاه يتم إعدامه في وضح النهار وفي لحظة واحدة ويتم محاكمته عن طريق محكمة تم تشكلها بإشراف من العدو بتاعك وإنت حاطت إيد على إيد وتقول ده صفته ونعته ده إحنا كنا ضد صدام حسين قص صدام حسين عمل قص صدام حسين ديكتاتور أنت بالضبط عامل زي الأب اللي متضايق من ابنه شاف عدوه بيضرب وبيعتدي على ابنه لا يستاهل يستاهل أنا كنت أرفان من الولد ده ما هو ده خزي وعارلك أنت لأن ده ابنك أنت عاوز تحكمه حكمه عن طريق نفسك أنت إنما أنت منذ عام 2011 لحد طريق النهاردة لم تعد أساسا صاحب قرار في نفسك الكلام ده بنقوله عن اللي بحصل في قلب الدولة الليبية نيكولاي ساركوزي بيقول أن الطائرة التي قصفت موقب موقب معمر القزافي خلال خروجه من ترابلوس باتجاه الجنوب كانت طيارة ميراج فرنسية وبعد القصف وقع معمر القزافي في أيدي مجموعة عسكرية مقاتلة قامت بتصفيته وسؤل ساركوزي عن رأيه في مصار الحرب الروسية الأوكرانية ونظرته إلى كيفية وضع حد ليها دعا إلى بقاء أوكرانيا محيدة خارج الاتحاد الأوروبية وخارج الحلف الأطلسي وحل معضلة شبه جزيرة القرن ومنطقة الدنباس عن طريق الاستفتاء مؤيد طبعا لتحركات فلاتمير بوتين وبيدعو لحل الأزمدية بما يتوافق والشروط الروسية فهو دل حصل يا سادة بصراحة ربنا أنا بيستفزني الجزء الموجود المتعلق بثورات الخراب العربي ما بقولش عليها غير ثورات الخراب العربي لأن ما انفاش نحن نقول عليها ديت بمثابة ثورات الربيع العربي ديت ما هياش ثورات ربيع عربي بالمرة ولا علاقة لها في الربيع العربي ساركوزي ساركوزي لم أعطي أوامر بالقضاء على القزافي وتدخل في ليبيا لمنع المجازر ده بعتبر أن ما حصلتش مجازر غير عادية من أمر بتصفية القزافي حلف النيتو أم ساركوزي طبعاً الكل بدأ يتخانق والكل بدأ يخفز من السفينة والكل بدأ نبرأ نفسه بعدما الشعوب العربية تأكدت بملادع مجالة للشك أنها تعرضت لأكبر مؤامرة كل الأحوال لكم الله يا شعب ليبيا العزيز وأنا بتكلم عن شعب ليبيا مش الخوانة والإرهابيين اللي هم مستفدين من الوضع الحالي لأن المستفدين من الوضع الحالي طبعاً هم أبيهج مقناة مصر لكن شعب ليبيا رافض كل ذلك الذي يحدث في قلب الوطن الليبي الشقيق